بمجرد وصول الرئيس الأمريكي إلى سدة الحكم فعليه أن يتخلى عن قيادة السيارة وذلك لا يقتصر فقط على فترته الرئاسية بل عليه التخلي عن ذلك مدى الحياة أما السيارة الرئاسية فهي أمنة ومصفحة ويقضها سائق خضع لتدريبات خاصة ومكثفة تشمل حالات الطوارئ وشهد الأمن الرئاسي تغييرات جذرية بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي عام 1963 عندما كان يستقل سيارة مكشوفة ويحيي الجمهور وعلى إثر حادثة الاغتيال أصبح محرماً على الرؤساء الأمريكيين أن يستقل سيارة مكشوفة إذا كان التقص جميلاً لا يمكن لا للرئيس ولا حتى لعائلته أن يفتح نافذة المسموح فقط هو الإطلالة من شرفة واحدة لا أكثر وينطبق ذلك أيضاً على نوافذ السيارة ميشيل، زوجة الرئيس السابق باراك أوباما قالت إن الشيء الوحيد الذي لا يدركه الناس هو أن عائلة الرئيس لا تستطيع القيم بأشياء صغيرة كفتح النوافذ وصرحت بأنها لم تتمكن من ركوب سيارة نوافذها مفتوحة منذ حوالي سبع سنوات لا يحق للرئيس الأمريكي أن يسافر عبر شركات الطيران وإذا حاول حجز تذكرة سيأتي الرد عذراً لا يمكنك القيام بذلك الرئيس يسافر فقط في الطائرة الرئاسية وهي تشبه القصر وإن وقعت كارثة نووية تتحول بلمح البصر إلى ملجأ يختبئ فيه الرئيس وفي الرحلة الداخلية يستقل الرئيس مروحيات مارينوان وهي مزودة بأجهزة أمان ودفاع خاصة من شبه المستحيل أن يذهب الرئيس إلى مدرسة أبنائه أو أن يحضر مناسبة تخصهم فذلك يتطلب إجراءات أمنية مكثفة ومرهقة تشمل الحضور والمشاركين لا يستطيع الرئيس الأمريكي إجراء أي اتصال هاتفي متى يشاء كما يفعل كل الناس قبل ذلك علي أن يخبر جهاز الخدمة السرية لأن الاتصال يجب أن يكون عبر خط آمن